قانون المستر الجنائية من الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المستويات وفي مختلف مناح الحياة العامة وأيضا لأنه واحد من الوثائق المهمة جدا لكتعكس الإرادة القوية لعند بلدنا وعند الحكومة وعند جلالة الملك من أجل المضي بشكل قوي في تكريسي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان كما قلت في البلاغ الصحفي حوالي 420 أزيد من 420 تعديل وهذا الحكومة دائما كانت تتحدث منذ أن تمت نصيبها طرف جلالة الملك كانت تتكلم على ضرورة إصلاحة هذه القوانين المعيارية شفنا أولا القانون دي المستر المدنية اللي الآن تصدق عليه على مستوى مجلس النواب وسوف تتم مناقشته على مستوى مجلس المستشارين شفنا القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لكي يعطي إمكانيات أكبر باش أننا ما نعتمدوش على الاعتقال الاحتياطي ووضع رهن تدابير الحرصة النظرية ونلقوا إمكانيات أكبر لممكن الاعتماد عليها في هذا المجال واليوم كندخلوا الواحد من القوانين أيضا المهمة جدا وهناك قوانين أخرى اللي الحكومة كتشتغل عليها واللي كتهم هذا الجانب اللي تكلمت عليه المعياري قالوا المستارة المدنية حوالي 800 فصل استغرق فيه البرلمان ساعات وساعات وأيام لكي يناقشه هذا المستارة الجنائية اليوم كيف ما قلت أزيد من 420 طبيعي جدا أن قوانين من هذا الحجم أنها تتير نقاش وإن لغي كل إصلاح غير مهم إطارة النقاش حول هذه القضايا حول هذه القوانين يوبيين بأنها تنفذ في العمق إلى الإصلاح الذي نتبنه جميعا عشرين سنة نحن كنشتغل بواحد القانون المستارة الجنائية أكثر من عشرين سنة شوفوا غيم الرقم دياله صفر واحد يعني من 2001 تحولات كبيرة جدا وقعت في بلدنا تحولات على المستوى الوطائق الكبرى اللي هي الدستورة المملكة نموذج النمووي الجديد الإصلاحات اللي عرفها يعني المجال ديال السلطة القضائية والاستقلالية ديالها يتطلب أننا نجيب هذا القانون بهذا النفس الجديد أيضا قانون ديال المستارة المدنية فهذا النقاش اللي ربما كنشوفه أو لا يمكن أنه الحكومة خدت وقتها لأنه عرضات تم تقديمه في مناسبة أولية ولكن الحكومة لكي تناقش قانون ديال 400 تعديل خص الوقت خص اطلاع على هذه القوانين وهذه المبادئ وهذه النصوص والبند لكي يتم يعني مناقشتها بشكل مشترك وعطاها حقها في النقاش طبعا كتجي طبعا في إطار النموذج ديمقراطي بلادنا كيجي البرلمان وكيجي مجلس النواب واللي بطبيعة الحال أيضا سوف يعرفوا نقاشا لكن الحكومة حينما انخرطت في هذه الإصلاحات انخرطت فيها بغية إصلاح عميق لمنظومة العدالة طبقا لتوجهة دير جلالة الملك وطبقا لمجموعة من التطورات التي عرفتها بلدنا في هذا الإطار